شفنا برشة جدالة على قضية سيم الفهري في السجن علش ما تمش الإفراج عليه شفنا زد عشرات كان ما قلش المئات من الناس اللي عبرت على تضامنها مع سيم الفهري وعائلته وقناة الحوار التونسي مشاهير فنانين أعلمين نستخدم في قناة الحوار التونسي نسمه يشتبع قناة الحوار التونسي حتى من خصوم سيم الفهري الكل ما حكيوا عليه باعتباره هو استوفاء المدة متاع الإيقاف في التحفظي 14 شهر لكن المعنى هي أصدر قرار بالإفراج عليه لكن من بعد ما أفرجوش عليه وهذا أعتبروه خرق واضح للقانون وأختير برشة في تونس إنه تصير التجاوزات هذه للقانون من بين الناس اللي شفناهم عملوا فيديو مؤثر برشة برشة هما كريم الغربي اللي يخدم في قناة الحوار التونسي واللي يوجه كلمة مؤثرة برشة برشة للمسؤولين في البلاد وللشعب التونسي قال اللي سيم الفهري ما هوش وحده عنده عائلته وعنده قناته لكن زده عنده الشعب التونسي اللي ما يرضاش بالمظالم وما يرضاش بالظلم لحتى حده قال الناس اللي كلها اتعاون سيم الفهري بكليمة كليمة لكلهم باش هكيك على أقل الصوت يوصل والمسؤولين في الدولة من أعلى هرم الدولة يعني يسمعوا بالحكاية ويدخلوا بالحكاية ويتبقوا القانون ما همش طالبين معناها وكأنه يتجاوز القانون لأ سيم الفهري حكموه إذا كان أخطأ حسبوه أحكموا عليه بالسجن إذا كان ما أخطأش أطلقوا صراحوا لعائلته حكي زده كريم الغربي على معاناة تعايلته أمه تبكي مرته تبكي بنته يبكي وأخته تبكي العائلة لكلها في حالة صعبة برشة بالنسبة للخبر هذي شفنا زده أسمى زوجة سيم الفهري اتفعلت مع كريم الغربي شكرة الناس الكل اللي برتجوا حاجة على سيم الفهري اللي حد كومنتاري اللي قال لكلمة اللي برتجوا أستاتيو اللي برتجوا تصوير سيم الفهري نس كل شكلتهم الكريم الغربي اللي عمل الفيديو مؤثر على الأخر ما تنسي وجه تعملوا اشتراك في القناة وتفعلوا الجرس بشوصلكم الفيديو القادم